اشتركوا في القناة تكون بداية خير لقاءات متكررة لاحقا ويبدو الدكتور وسيم عملنا challenge by choosing this topic which is not very easy to talk about this is very complicated and most of the time is passed by most of the doctors أنا راح أتكلم معظم الكلام بالعربي بتحبوا أتكلم بالإنجليزي ما بعرف يعني شو رأيكم والله يحبزها بالعربي وان هيك نشكل بين العربي والإنجليزي تمام هي اللوحات مكتوبة كلها بالإنجليزي حسب المصدر هاي محاضرة up to date هاي محاضرة من جامعة هارفورد من واحد متخصص جدا جدا بالأدرينار شفتها وعطاني الدكتور وسيم فرصة كافية لأنه أنا مش لما مثل ما بكتب خاطرة على الصفحة تبعتي بكتبها سريعة يعني بجيبها من مصدر وبكتبها بنزلها فورا هون بدك تحكي موضوع أكاديمي فبدي يكون محضر له تمام يعني الحضور بدهم يعني يستفيدوا من جلستهم على كل حال الله يجزيك الخير فشفت حقيقة رجل يعني متمكن متمكن الأدرينار بيشتغل أدرينار بس وبيشتغل كارديوفاسكولار ديزيز وعامل عليها بوحوث ونثل ما راح نشوف كلياتنا فعلا الرجل يعني أعطى معلومات مفيدة جدا جدا أنا استفدت منها حقيقة يعني وتعرفوا بأزمة أنه أنا متحمل عبق صفحة عبق الصفحة أنت بدك تحط لها المادة العلمية بشكل يومي في عندنا حوالي 500 طبيب متابعين يعني بدك تغذيهم بدك تغذية علمية هذه الصفحة وما في غير يعني بيعرف الدكتور وسيم يبدو فبدها سكرتارية يعني بدها عمل جماعي يعني حاول تحرض الناس تكتب ما يعني عم يتهربون الناس بس متفرجين مثل ملعب كرة القدم هاي على الهامش أول شي مرحب فيكم وأنا آسف دخلناكم بمتاهات أخرى على كل الأحوال أدرينال ديس أوردرز راح نشوف مثل ما نشوفهم هاي ما عم تمشي هلو هاي مشي الحال العناوين اللي راح نتعرض لها بهالمحاضرة هي الأدرينال إنشا في شانسي سواء كانت برايماري ولا سكندري موضوع في غاية الأهمية وأن يكون ما هو الشائع ولكن يعني كشفوا أمر مهم خاصة بالنسبة لطبيب أخصائي ولناس بتشتغل شغل أكاديمي وفي الأدرينال ماس هاي اللي كثرت كثير حاليا بالملايين صارت على مستوى العالم انتم بتعرفوا بعد ما كثرت وسائل التصوير صار كل يوم يجيك واحد معه أدرينال ماس شو مساوي له فيها هاي يعني كيف نتعرض لها كيف شو الابروتش تبعها والأهم كمان من هيك اللي وجدت فيه معلومات كبيرة وضخمة جدا هي البرايماري الدستيرونيزم راح نشوف مع بعض بسم الله طبعا هم بالبورد ريفيو بيعملوها بشكل عرض حالات الحالة الأولى 28 سنة سيدة اجت على الطوارئ بعد 6 أسابيع من الولادة بقى مش عم تقدر تردع وليدها بحالة إعياء شديد زينس وأرتوستازيس وعندها صالت كريفنج يعني الصورة السريرية المتكاملة سواء قصور قضر بدقي أو ثانوي هايبر بيجمينتيشن هايبر بيجمينتيشن معلاته الأمر ماهو جديد مش أكيوت يعني لحقت إنها تعمل هايبر بيجمينتيشن أنوركسيا وويتلوس كل هذا الأمر معناته إحنا ما إحنا بحالة أكيوت لحالة الأكيوت بيجي هايبوتنشن بيجي بيجي الهوموتينج أبدومنال بيل بس ما بتيجي هاي الأعراض الهايبر بيجمينتيشن والويتلوس الويتلوس بده وقت والبيجمينتيشن بدها وقت حتى تظهر على الجلد طبعا ضغطها كان 60 على 40 وأعطوها 800 لتر سلاين يا جماعة هاي كاين عندها هايبوفوليم يعني كانت عم تموت يعني طيب هما عملوا لها الكورتيزون وطلع 0.8 الطبيعي لحد الأدمى ثلاثة مثل ما بتعرفوا والSTH عندها ألف فوق الألف بيكو جرام ما بعرف أنا صوتي يعني واضح مسموع واضح جدا دكتور تمام طبعا وفيه جعله بالهم يعملوا هذا التست الأخراني بعد الكوزينتروبين 60 منتس وطل عندهم واحد مايكرو جرام هاي نتناقش عليها بعدين لأنه أصلا واحد عنده الSTH أكثر من ألف شو قيمته هذا التست اللي ساواه بتاعت ما ما بعرف لي ليش تساوي هذا التست طبعا إذا بدنا نشتغل أكاديمي هذا ما منساوي واحد عنده الSTH ألف وعنده كورتيزون صفر تقريبا فبيروح بيعمل السينكتين تست يعني هذا مو شغل أكاديمي أبدا بس يعني طبعا هم هون كملوا الصورة السريرية طيب شو عندنا هون احنا يعني تقريبا مثل اللي سبقنا هون عندنا الحالة شو بدأ تكون برايمري أدرينا الإنسافيشنسي حتى الخيارات اللي حطينا هون انا ما شفتها متوازنة على كل احوال هاي اللي جاية من من الاصل هيل واللي هي أكيوت secollary أدرينا الإنسافيشنسي واللي هي كرونيك secollary أدرينا الإنسافيشنسي واللي هي أكتبك طيب anda بتشوف هوالكوسينج بتشوف يعني طبعا ممكن تشوف كيف يعني كيف يعني إنه والله كوشنج هو بيفرز على كيفه أصلا بس إذا تعرض لسترس ما بيتلقم معها إذن كوشنج ممكن يحصل في أدرينال كرايز نعم ممكن كل هاي معلومات نستفيد منها إذن هي برايماري أدرينال انسافيشانسي طبعا هذا التشخيص المنطقي إلهان والله الـ S-E-T-H وصلت للعلالي وما عم تعطي نتيجة مع الأدرينال جلانت نشوف شوي فيزيولوجي بالأدرينال كورتكس نحن عارفين من الكولستيرول في عندنا ثلاث طبقات اللي هي ثلاث خطوط بالأدرينال جلانت الزونا جلوميروزا بالمناسبة بالبورد ريفيو بيحقون هذولا بيتعرضوا للزونا بأي زونا أنت في الزونا جلوميروزا واللي بيتم فيها الألدستيرون البرانية خالص بيتم فيها صناعة الألدستيرون اللي بالنص اللي بيتم فيها الفاسيكولاتا اللي بيتم فيها صناعة الكورتزول والأخرانية اللي بالداخل اللي بيصير فيها استيرويدات الجنسية أو الاندروستينديون وصولا للإستيراديون اللي هي الداخلية طيب طبعا بيصير التحريض هذا المحور بيصير التحريض من الأعلى من السي أر إتش من الميهاد الكورتكوتروبين ريليزنج هورمون بيفرز الـ S-E-T-H طبعا بيفرزها بشكل مركبها البرو أوبيو ميلانو كورتن هو اللي بيعطي الشكل الـ Hyperpigmentation إذا كان فيه إفراز مديد والـ MSH ميلانو كورتين استيمولاتين هورمون أو الميلانين استيمولاتين هورمون بتحرض الغد الكوذرية وبتحرضها بتفرز الكورتزول إذن الكورتزول هو المعتمد الأساسي للحاثة الكوذرية S-E-T-H بدونها ما بيشتغل ما بيفرز الوحيد محرض الوحيد طبعا هو S-E-T-H طبعا حتى لو الغد بتفرز وبتشتغل وصالحة بدأ تحريض إذا ما في تحريض ما بتشتغل إذن وبتشتغل هذا الكورتزول بيروح على المحيط وبيشتغل مستعد يشتغل على المستقبلات الجهتين الجلوكو كورتوكويد والمينيرالو كورتوكويد بس عندنا الخميرة 11-Beta-Hydroxy-Steroid-Dhehydrogenase اللي بتعطله على مستوى الكلية مشان ما يعطي مفعول ألدستيروني وإلا بيرفعنا الضغط ولما الناس لذول اللي عندهم هذول الألدستيروني اللي بيسموهم استيرويد ديفندت أو يعني اللي يكون عندهم ارتفاع عاجز بها الخميرة هاي بصير عندهم ارتفاع ضغط شرياني خلقي لأنه الخميرة ما عم ما عم تحيد فعل الكورتزول على مستوى الكلية على المستقبلات المينيرالو كورتوكويد هذول اللي بيطيبوا على الكورتزول انت بتعطيهم كورتزول ديكساميتازون بيطيب ليش لأنه انت ما عد خليته يزيد عنده مستوى الكورتزول على مستوى المستقبلات بالكلية إذن هاي على الهامش إذن صار عندنا الكورتزول هو معتمد إذا كانت الغد القضرية فيزيولوجيا شغالة والمحور شغال بيشتغل على الجهتين وبدأ يكون هاي الخميرة موجودة بالكلية هي اللي بتحوله من كورتزول لكورتزول وبالتالي بتمنع تأثيره على المستقبلات المينيرالو كورتوكويد وبتمنع تأثيره على الضغط الشرياني بس حتى ناخذ فكرة شو هي استيرويدات اللي بتتم بالكضر حجما أو كما نعرف انه بيجي الكورتزول بيجي الكوليستيرول من الدوران وبيروح للكضر وبتصنعوا أكبر كمية بتنصنع هي الديهيدرو إي بي أندروستيرون سلفيت بينما الكورتزول بيجي بالدرجة الثانية كحجم هم حقين تمثيل كورات والقلدستيرول مثل ما احنا شايفين أصغر بكثير من الكورتزول أقل بكثير من الكورتزول وأقل هاي شي هي استيرويدات الجنسية السيكشوال ستيرويد اللي هي بتعطي السيفنتين بيتس استراديول والسيفنتين والوصولة للإسترون فهي كميات زهيدة طبعا هي هذه أهميتها بتظهر عند البلوغ وبالتالي البيباركة ما نسميها البيباركة يعني بتظهر أشعار العانة عند البلوغ اللي ما بيظهر عندهم أشعار العانة مشك عندهم يا أما مشكلة بالمستقبلات يا أما مشكلة بتصنيع الهرمولات الجنسية فلذلك ما يعني بتظهر عندهم بالبداية فطبعا بالنسبة للألدوستيرون ما هو مثل الكورتزول يعني الكورتزول هو معتمد أساسي للإسي تي إتش الألدوستيرون لا في مجموعة من العوامل وبالتالي إذا هذا المحور ما اشتغل ما بتأثر الألدوستيرون إذا عندنا مشكلة مثل شيهان سندروم أو مشكلة أي مشكلة بالنخامة اللي بيظل الألدوستيرون شغال لذلك هذول المرضى اللي عندهم مشكلة فوق بالنخامة وما فوق يعني ما فوقه الكظهر بيظل أحيانا ممكن يعيشوا حياة شبه طبيعية مثل شيهان مثلا السنين ما بنكتشفه أحيانا وبيجوا كل اللي بيجوا عندهم شوية عراض هضمية شوية القياء شوية بيدخل بيدخل على المستشفى طبيب الطوارئ يعني ما عنده هالإمكانيات التشخيصية سواء سريريا أو مخبريا إنه والله كل واحد يدخل فيه بالتعمق يعني إنه والله يعمل له يمفي عنده آفة غدية فبيروح معطيه شوية سلاين بتلاقي يرتاح المريض شو أعمل له شوية تعويض حجمي وبتخرج المريضة بس المريضة يعني مهد حالة هداية بأي سترس بتنكسر المعاوضة يعني لو إجاء مثلا بيام الشتوية النومونيا والكذا بتنكسر المعاوضة عندهم ما بيقدر يواجه سترس طبعا الألغستيرول مثل ما قلنا في عنده هو تحت تأثير ثلاثي الـ STH جزئية والأنجوتنسين 2 والهايبركاليميا ثلاث أشياء بيأثره طبعا هو هاي اللي بتفرز وبيأثر فقط على محيطيا على المنرال وكورتيكويد ريسبتور إذن الفيزيولوجيا عندنا الكورتيزول سيكريشين انتايرلي ديبندنت STH مثل ما حكينا الألغستيرون نال ديبندنت أولي on STH it is regulated by أنجوتنسين 2 رينين أنجوتنسين سيستيم البوتاسيوم بلانس والSTH إذن كمان في عندنا أنه والله هو في تبدلات يوميا ما ما عندنا رقب مطلق نقول والله هون من وقف هون صار قصوره هي رينج هي تشبه سندروم هي غني diurnal variation هي اللي تتغير حسب أوقات النهار لذلك عندما بدنا نستقصي تقريبا معظم الهرمونات لازم نختار الصباحي لأنه ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تخترع الكهرباء وقبل كان الناس تنام بالعتمة وتفيق بالنور فربنا مهيئ الساعة البيولوجية أنه كل هرموناتك تشتغل الصباح لما تستيقف مشان تواجه مهماتك اليومية وبتبلش تنزل تنزل مع النهار حتى تنزل للأخير وتروح أنت تروح على النوم ما عد في داعي أن هالهرمونات تشتغل سبحان الخلاق العظيم فإذا مع السترس بزيد مهما كان سترس سواء كان ربي بالحوادث والكسور بتطلع الكورتزول بيطلع بالأخير والكورتزول سكرشين اوغمونتد والريلاتيف تو ديجري حسب شدة استرس إذن إذا بنا نأخذ البروفايل اليومي تقريبا هذا هو الإفراز كيف عندنا بالليل بيكون نازل وبيبلش يطلع عندك من حوالي أربعة الصباح سوى من صلاة الفجر سبحان الخالق من صلاة الفجر ببلش يطلع عندك لحتى توصل الساعة ثمانية الصباح لما بدك تروح على شغلك أنت تكون بالذروة جسمك مستعد بتروح تشتغل شغلك وبعدين ببلش ينزل هذا الأمر النموذجي مو دايما الأمر نموذجي إحنا خربنا لهذا الأمر النموذجي بلشنا نشتغل شفتات في ناس بتشتغل بالليل وهيك طبيعة الحياة صارت مو بس طبعا إذا بنا نأخذ فيه تموجات مثل ما احنا شايفين هون أنه والله الأمر مه لذلك احنا منحاول العينة نأخذها صباحية عند الساعة ثمانية صباحا لذلك ممكن تختلف من ساعة لساعة ما عندك رقم مطلق يعني أنا ممكن أحلل بمختبرين وكل واحد يعطيني رقم على حسب الوقت اللي أخذ فيه العينة إذن في عندنا شو الاختبارات اللي احنا ممكن نساويها للمحور النخامي الكدري في عندنا ستاتيك اللي نأخذها من دون تحريض يعني هي المورنينج كورتيزول والأسي تي اتش عادة المورنينج كورتيزول 14 و18 ميكرو جرام بالديسي لتر ما هو رقم ثابت مثل ما قلنا وإذا كان أكثر من عشرة بيكون مقبول بالديسي لتر بالديسي لتر ببابلي اوكي وين بريتست بروبابليتي is low نأم كورتيزول less than 5 ميكرو جرام is slightly suggestive خلاص أنت بتبليش تفكر أنه هون في مشكلة أقل من 5 يعني مم عقول عندنا الحد الأعلى للعشرين للخمسة وعشرين صباحي ييجي عندك أقل من 5 بدك تفكر فإنه والله وسعتها ممكن نلجأ للي بيسموها التحريض الأم كورتيزول من 5 إلى 10 ميبي difficult to interpret صعب أحيانا نقدر نفسر وإذا كان بالجري آريا بالمنطقة الرمادية طبعا إحنا بنعمل شو البروفوكاتيب تيست هو أصلا لا يميزنا ما بين البرائماري والسكندري إذا والله الكذر خربانه مهما كان السبب مهما تعطي تحريض ما راح تجاوب إذن إذن إنت سريريا نفكر إنه سكندري ولا برايماري إذن نفكر إنه يعني حاب تميز ما عندك وقت أصلا هما موجود بالطوارئ يا جماعة أصلا عقلهم موقف على التفكير بيكون مواجهة إحنا نفكر مثل ما يقول المثل بالراحة لإيده بالمية مش مثل لإيده بالنار فأنت بيكون عندك مريض بين الحياة والموت أحيانا تشتغل شغلات بدك تنقذ المريض بأي ثمن فبتشتغل شغلات بسرعة بتعطي الكورتيزول مثلا مرات قبل ما تأخذ العين للمختبر وهذا طبعا ما بزير المفروض قبل ما نعطي الكورتيزول الأمر ما بيطلب وقت كدير عندما نواجه حالة شوك إذن المورنان كورتيزول والأسي تي الآن أبروبريات AM كورتيزول زئي دي من 14 و18 مثل ما قلنا هو من نعطي السينكتين مشهور باسم التجاري أو هو الاسم العلمي تبعه 250 ماكرو هاي في جدل عليها في ناس بتحب تعطي الو دوز الوين ماكرو وهاي فلسفية جدلية ما زال علميا وأكاديميا مستخدم هاي الدوز هي الإبر اللي موجودة بالسوق 250 ماكرو إذا كان يعني إذا كان ما أعطاني جواب إيجابي وهون مثل ما نحن شايفين تحت كاتبين أنه 18 ماكرو غرام هو الحد الكطف الحد الفاصل تقريبا نيو كورتيزول إميونو أسي تهاف لور ثريشول طيب ده أديسون اللي من سميه ده أديسون اللي هو العطل بالأدرينالي جلاند مثل ما احنا شايفين هون الضخم التحريض الخط الأسود هون الضخم ما في جواب أمامه فمن جابري زيد التحريض تبعه فالSTH بتوصل للأرقام الفلكية إذن المواصفات تبعه إنه لو كورتيزول هاي STH لو ألدستيرون لأنه المشكلة قلنا إنه والله المشكلة بالغد نفسها في هايبركاليميا المنفستيشن تبعه أستيرون هايبر هايبوناتريميا أنت هايبوفوليميا هذول اللي بيحتاجوا لما يوصلوا عندك الطوارئ بتعطي نورمال سلعين وما عم يستجيب فورا تشك بالأدرينال والفيزيكال إجزامينيشن المريض تعبان أنوروكسيا هايبوتنشن أورثوستاتيزم هو بالضغط انتصابي الويتلوس الهيبربيجمينتيشن الأبدومينا البين وبجوز كمان أشياء أكثر بكثير طيب هون كمان قلنا بالتحريض إنه والله عندي الاسي تي اتش عالي خلص عالي هي الفيزيولوجيا عم تحرض وما عم تحصل على جواب أنت ليش تعطي السينكتين فطبعا يعني في حال عطينا ما راح يحصل من 1.8 إلى 2.1 تقريبا لا يوجد جواب لأنه لا يوجد غدة الغدة تلفانة طيب الكوزنتروبين تستينج شو هو هذا الكوزنتروبين تستينج ستاندار دوز مثل ما قلنا 250 مجر كورتيزول وإن إسي تي اتش بيز لاين إذا نحن منوخذهم قبل وبعد التحريض ما بدنا نشوف شو عطتنا وبعد التحريض منجيس بعد 30 دقيقة إلى 60 دقيقة خاصة إذا المريض عندك بالطوارئ إنت عطيت بدك تعطي علاج بتأخذ العين البازلاين بتعطي السينكتين وبعدين إذا بدك تعالج بتعالج لو دوز السينكتين هي الواحد مايكروغرام جدلية هاي إنه والله 250 جرعة عالية وهي هاي الفايدة منها ما بين الاسي تي اتش لوس رير والكورتيزول مجر مجر at 30 and 20 and 30 منت الانتربريتشن هو الكورتيزول البيزلاين كورتيزول 30 إلى 60 دقيقة فوق الثمنطعش إذا والله كان يعني بينفيننا أنه والله في قصور كذري إذا والله استجابت الكذر للتحريم طيب شو أسبابه البرائم ماري أدرينا الانتربريتشن أسبابه غالبا خاصة عند الغرب يعني بيختلف عند الغرب غير عند البلدان العالم مثالة نعم بيختلف لأنه مثلا بلدان الغرب فيها انفكشن أقل سابقا حاليا اختلف الأمر زادت نسبة الانفكشن بزيادة الأمراض المناعية عندهم زيادة الأمراض نقص المناعة الأقصد مثل والكيمو ثيرابي فبتنقص فبيزيد عندهم الانفكشن فبالتالي تعادلنا بالأخير على كل أحوال هو سببه أغلبه هو الأوتوينيون انفلتريشن انفلتراتف أو انفلتراتف بيجي بالمركز الثاني مثل التي بي والفنقل والهيموريج سواء كان مهما كان أسباب الهيموريج سواء كان مريض بيأخذ مميعات أو عنده هو اضطيراب نازفي أو انفلتراتف الماليقنانسي أو كونجينة الأدرينا هالهي أو أدرينا لوكو ديستروفي هاي وراثية طبعا بنعرفها وعادة تن تيجي بالأعمار المبكرة ما بتتأخر كثير وطبعا الادوي الانتيفنقل لأنها بتحصر بناء استيرويدات والهيبارين لأنه بيعمل النزف والإيتوميدي طيب هاي هي نفس الأسباب اللي حكيناها بس هون بشكل يعني شوفوا هون عندنا هذا اللون الأزرخ كله هذا المناعي وفي عندنا هذا اللون البني والباقي باقي الأسباب هي أقل كثير مثل ما احنا شايفينها هون هي بتاخد نسبة قليلة مثل الدوائي مثلا وهون الانتاني ذاكروا الفونجل والـ HIV والسيفلس وهون الانتقالات اللينفومة إلى آخر طيب اللوحة هاي جميلة جدا وهاي بتتكرر تقريبا بمعظم الأمراض المناعية ما بعرف إذا في حدا في حدا بحب يعلق عليها هذه اللوحة هلو أنا صوتي واصل يا حكيم صوتك واضح ممكن كنت تفتح الماكريفونات شو اللي بحب يفتح واصل العفو دكتور عالله دكتور عالله 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 شكرا كنا يقول أنه عالله التقريبات المناعية وخاصة بالمهدد تقول بداية الحدثية المناعية التي تكون فيها مهاجمة الأفضار لخلايا الجرية تقول مبثرة عموما خياسا لظهر الأعراض نتيجة وجود معاوضة عادة لتكون كبيرة قبل ما تتصور الأعراض فمثلا نحن نحن بلاق الكتر النمط الأول ممكن يتصير تخرج بخلايا بيت 90% لحتى يبليش التظاهر السري السري وكذا لكي أمر أظن هذه الصورة بما يخص الكتر بخلايا بخلايا هيك واصل ليه واصل تمام خلينا نشوف الشوت الأول نصف الأول من الشكل مو معناته هون ما في مرض في مرض اللي بيسمون المرض الكامن يعني المريض مؤهب أنه يصاب بالمرض بس يبدو مفعل يعني خلينا نجيب مثال أوضح لأنه احنا منشوفه أكثر هو الهاشيموتو الهاشيموتو انت بتعمل الأرض بتطلع إيجابية بتعمل تطلع سليما هون هي المرحلة الكومون يعني لسه ما تلفت الغد الدرقية لسه في خلايا عندنا عم تعطينا الكمية الكافية من الهرمون وبالتالي المريض ما وصل للمرحلة السريرية يعني ما علاته بعده صاب كلينيكا هون بلشت يتلف من الجزء من الخلايا المنتجة هذا منشوفه تقريبا معظم الأمراض المناعية الغدية سواء كان بالتايب وون ديابيتس سواء كان باشيموتو وهي هون بالأديسون الصورة نمطية يعني طبعا كل ما نزل الإنتاج لدرجة أنه بصير سريريا متظاهر أكثر وبالتالي بتاخذ وقت على حسب سرعة العملية المناعية هالصورة هاي شوية يعني بتخلينا نفكر إنه والله المريض مو دايما بيجينا اللي بيسموها بالإنجليزي full blown ما دايما بيجيك بالصورة النمطية يعني أحيانا بيجي بعد في عنده إفراز وبالتالي ممكن ييجي لعندك ويرود يرجع ما يسمعش كلامك بكل الأمراض الغدية سواء كان بالسكر أو بالدرق أو بالكذر فحتى يوصل للمرحلة الإعياء تام لحتى يسمع كلامك ويصدق إنه والله في مشكلة وبدها معالجة كم نسبته هذا يعني بالأديسون شوف واحد بالمئة ألف العشرة بالمئة ألف يعني عندنا واحد بالعشر تلاف تقريبا يعني بلد مثل عندكم وبعرف شو التعداد السكاني الشي بتتوقع انه ولا تلاقي من الأدرين اللي شوف يسونسي يعني معناته في ناس كتير ممشخصين فسائنسان سبتمس لما بيكون صار أكثر من تسعين بالمئة من الغدى راح لحتى تبلش تظهر الأعراض فإذن هون إحنا عندنا المانيفستيشن بالسكندري لو بيزا الكورتيزول بيكون المفروض إحنا لما ينزل عندنا الكورتيزول ترتفع لأسي تي اتش فإذا أنت عملت تحليل والأسي تي اتش ما ارتفع معناته في مشكلة فوق متحد عادة ما في مشكلة بالشوارط بس أنا شفت في مشكلة بالحياة العملية قيمة المشكلة بتصير لما بصير انكسار معاوضة يعني بالإنسان اللي مستقر حياته العادية لأنه الغد القضرية شغالة على أقل من مهلها ما في عليها تحريض وبالتالي هي بزبطة أمر الشوارد لما بيحصل انكسار معاوضة لا الأمر بيختلف وبصير تقريبا قريبة من الأدريل الكرايزيس مع فرق أنه ما فيه هايبركاليميا البوتاسيوم مش طالع البوتاسيوم ممكن تلاقيه عادي بس السوديوم بتلاقيه واطي أنا جتني أزمة شهان حقيقة هنتغلب فيها 4-5 تيام حتى طلعت وبتعملك يعني هاي طبعا بدها محاضرة لحالها لأنه الأدريل الأندوكراين إميرجنسيس الأسحافات الغدية وشو الصورة السريرية اللي ممكن تيجيك فيها وبتعملك استرس حقيقي لأنه المريض يعني ممكن يروح بين يديه فكم وكيف بدك تعطيه سوائل وكيف بدك يتعوض الشوارد وشو السيناريوهات اللي ممكن يتعرض لها يعني بتذكر أنا حالة شيهان نذكرها على الهامش إجتني بهايبوناتريميا طبعا هي إجت بلوحة نفسية إنها هي مريضة طبعا مش معتنية بنفسها وجايبينها على أساس إنه هي مريضة نفسية تارك أولادها وتاركات فطبعا هي مش قادرة تعتني بنفسها طبعا حال قيلها شعرها على الصفر لأنها ما بتقدر تعتني بشعرها لهالدرجة الحياة طبعا وناحلة هي يعني تقريبا عندها أنوركسيا وطبعا بالطوارئ الموجود الوحيد كان عندها هايبو تنشن وكان عندها الهيبوناتريميا وإحنا ما بنعرفه إحنا بمجتمعات محافظة يا جماعة ما بتيجي المرأة على الدكتور تقول له والله أنا غابت دورتي وعندها أربع أو خمس أولاد يعني لذلك وخاصة الأهل بيصير يعني المخلوقة يعني ما بين الزوج والأهل والأولاد وطبعا تركها زوجها لأنه هي مو قادرة تقوم بمهامها المنزلية يعني فالأمر تتصوره المأساة الاجتماعية والنفسية اللي بتعيشها فوق مرضها فيعني الأمر لا حوله الأخوة على أي حال فالـ S-E-T-H ما بتكون طالعة هاي هي المميزة هون عندنا وبيكون الهيبوناتريميا ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيه مثل ما قلنا والنورمال بوتاسيوم كمبليتلي نورمال الفيزيكال بتفحص ما تلاقي شي ما في هايبربيجمينتيشن عندك بس فيه تعب بروغريسيب فاتيج في هايبو تنشن حسب الشدة مثل ما قلنا إذن هون عندنا الكوزنتروبين بتعمل تحريض حسب هون هيكون عندك نموط الاستجابة مختلف قالوا كل مرة أنا ما عليش بدي أتأكد من الصوت واصلكم بكلامي واصل طيب التحريض هون ما بيفيد طبعا إذا والله أنا يعني موجود في جو غائم وما أنا عارف الأمور كيف بدي أحرض الكورتزول عندي نازل وبيدي أحرضه ما عم يحصل معي نتيجة طبعا من متوقع إذا كان أكيوت الهيبو بتويتريزم بيعطي جواب لأنه بعد الغد الكدرية فيها حياة بس مع الزمن بدي أحصل أتروفي ومعها تستجيب لذلك يعني منشوف أنه بعد فترة يعني فترة كام أشهر مثلا أنه والله ما عاكي استجيب الغد إذا لو عطيت سينكتين بيلتبس الأمر ما بين برايماري وسكندري بس طبعا في فرق بيظل سريري قلنا أنه والله الموجودة بالأول لأنه أصلا ما في إفراز الـ طيب هون شايفين أنه والله عطينا الكورتزون هون بالحالة المزمنة عطينا السينكتين وشوفوا التحريض الاستجابة ما في استجابة هون تقريبا بدلا ما توصل عشرين تقريبا هون وصلت أربع بعض فيه توالي غد كذرية رغم أنها فيها أتروفي بس استجابة ضعيفة إذن بالسكندري الكوزز شو أسبابها البيتويتري ماس أي مشكلة تضغط على الفراز الـ 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 سيلز أدينوما أور متاستازيز ليجين البيتويتري انفكشن البيتويتري انفلتريشن جرانولوماتوز ديزيزيز الايرون الايرون بالهيموكروماتوز والبيتويتري ترومو طبعا أو الأكثر مصادفة أنه الليكو كورتيكويد مشان هيك حطيناه بالأحمر كل الناس بتستخدمه هذا ولا بيخطر على بال حدا أنه والله هذا احنا عم نعمل تطبيط لأنه الباب مفتوح وكله بيوصف والمريض ما بيعرف أصلا وبيجي يقول لك ولا أنا أخذت هذا ما بيقول لك بيقول لك أنا كنت مريض وأعطاني الدكتور دواء وأغلب الأحيان ما بيجيبش الدواء معه ولا بيقول لك المد اللي استخدمها فيه هو أحيانا لما بيرتاع على الدواء يعيدها من حاله يعني مود 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 ضرورة دايما الطبيب طبعا سبب النظام الصحي عندنا ببلادنا أنه مو نظام تأمين أنه والله المريض كل مرة مجهور يجي على الطبيب حتى يعيد دواء وهي من فوائد التأمين طيب شلو منعاج البرايماري أدرينا المالجماتي غلوكو كورتيكويد معروف وطبعا هو الستاندار هو الهايدرو كورتيزون أنه نعطي تقريبا جيروتين لأنه نصف العمر تبع وقصير معطي 10 ميلي جرام صباحا ونعطي 5 ميلي جرام مثلا وممكن مرات نعطي أكثر هذا طبعا للي عايش النظام الحياة نموذجية في ناس يا جماعة بيشتغلوا شفتات بالليل بجوز يناسبهم نظام بختلف وطبعا لما تكون الكذر التلفانة بدنا نعطي المنرال وكورتيكويد ما بيمشي الحال بلا الفليدرو كورتيزون بنعطي 0.05 أو 0.1 يعني 0.1 ميلي جرام فليدرو كورتيزون مرة أو مرتين باليوم حسب الاستجابة مع ملح الطعام ملح الحميد الديهيدرو إي بي أندروستيرون عليه خلاف في ناس بيحبوا يعطوه يقول لك وأنه بنشط حتى بالغرب بنموجود بيسموه over the counter دراجز يعني بيشتروه من السوبر ماركات ميدك أليرت هاي مهمة جدا لأنه هذا المريض إذا راح على الطوارئ شي مرة من المرات ما بدون يعرفوه أنه والله هذا عنده يعني ويسعفوه بالوقت المناسب والسيك ديرول وكمان احنا نمثقف لهذا المريض أنه والله إذا تعرض لأي صدمة أنه لازم يكون عنده إبرة كورتيزون يعطي إبرة كورتيزون أو تعرض بده يعالجه مثلا التهبت سنانه صار معو نومونيا إلى آخره إضاعف الجرعة لوحده بالبيت وطبعا كمان إحنا شلمتنا الراقب الراقب سريريا لأنه والله المريض ما يشتكي وما منحاول نعمله نزود الجرعة حتى ما نعمله كوشنغ دوائي والاستجابة المخبرية من الراقب طبعا إذا والله بيراجع أنه كل ثلعة أربعة تشهر بنعمله الإلكترولايت والبوتاسيوم نعمل يعني طبعا نحن نشوف إذا والله في عندنا غليكو كورتكويد أكسس مثلا في عنده مشكلة عملها شاشة أعظام إذا والله زايدة جرعة الكورتكويد ولا ارتفع ضغطه ولا نزل ضغطه ولا عنده عارض كوشنغ حسب الجرعة فالحالة الثانية هي خلصنا تقريبا من الأدرينا في تشهر خلينا ندخل على الأدرينا الإنسيدنتل طبعا هم اضفصلوا لك الحالة بحيث يقنعوك إنه والله هي إنسيدنتل وهي طبعا موجودة إنسيدنتل لا شك هون سيدة بريمينو بوزل عمرها 46 سنة عملت حادث سير واجت طبعا ما عندها هي مشكلة طبية سابقة اجت على الطوارئ وعملوا لها التصوير الـ CT وأظهر إنه كتلة 2.2 سنتيمتر طبعا هذا اللي حطيته أنا بالأحمر هذا مهم جدا هذا يا جماعة بيجي بالفحوص لازم نعرف إنه والله أي تصوير بالـ CT لازم يحطونا هاي الأتينيواشن 5 هونس فيلد يونت طبعا كل ما كبرت كل ما كبر هذا الرقم بيعني إنه والله الفاسكولاريزيشن أكتر معناته في مشكلة عضوية كل ما نزل لا بالعكس معناته ممكن يكون ليبوما الليبوما هي طبعا غالبا هي سلبية ولما بتروح لما بتكون أنت اللهم صلى الله عليه وسلم ومحمد لما بتكون أنت بالفحص بيحطولك هاي فإذا حطولك إياها عالية فوق العشر حطولك إياها عشرين فأنت بدك تفكر فيه آفة عضوية بالغدة وبدك تفكر بالتشخيص التفريقي بتحط آفة عضوية إذا والله حطولك إياها خمسة وأقل وغالبا يعني بيحطولك إياها هيك خمسة هاي غالبا الأفات السليمة فطبعا إحنا جاوبنا حرقنا للحالة طيب أنت شو بتقول لهم للمريضة مثلا بيقول لك what if anything إذا موجود شي شو بدك تخبر المريض شو بدك تعمل حول هالموضوع طبعا أي مرة بتصادفنا كتلة كذرية بنحط أمام سؤالين مباشرة أول شي هذه الكتلة سليمة ولا موسليمة ثاني شي هذه الكتلة وظيفية ولا موظيفية هذا لازم فورا تسألوا لنفسك هذا السؤال طبعا كيف من الأعراض السريرية اللي عند المريض ومن السوابق اللي عند المريض يعني والله مريض عنده كتل بالجانبين وهو مريض سرطان معروف بفكر بالانتقالات طيب مريض ما أخذ مميعات وحصل عنده حادث مفاجئ وصورت عنده يعني ضخامة بالجانبين بفكر بالنزوف إلى آخرين أما والله مريض يعني جاييني مستقر أموره أو جاييني بأمر آخر يعني أنا عملت للتصوير لأمر آخر وطلعت إنسيدنتل ساعتها بدي أدور شو المشكلة أي كتلة راح نحن نيجي على التشخيص الفريقي إنسيدنتل ديسكفرد أدرينا الماس إذن عند هذه إذن هي عبارة عن كشفناها بالصد وهذه موجودة عند تقريبا عشرة بالمئة يا جماعة وصل العدد لملايين معنات أنت تتصور قديش في عدد بيتصور بها الأيام عندك ملايين عندهم كتل بالكذر وهذا كله شغل على الأندوكرينيولوجيست أنت بدك أنت تثبت شو هاي القصة عندهم هذول يعني جاي يقول لك أنا عندي المرض الفلاني أنت اللي بدك تشوف طيب منورتي ربريزنت مليجننت لحسن الحظ أنهم هذول أقل من خمسة بالمئة عندهم بخباثق والباقي هو سليم إكسترا أدرينا الميتاستازيس كونتراست عشرة على خمسة عشة بالمئة بأدرينا تيومور سيكرت أدرينا الهورمون إذن هذول في عندنا على عشرة لخمسة عشة بالمئة بأوتنوموس يعني مستقلة من دون تحريض يعني من دون الغد النخامية عم تفرز هرمونات كذرية مثل ما بيقول البدوي هون حطنا الجمال إنه هذول حتى لو كانوا ما عندهم أعراض سريرية بتركهم لا هذول في عندهم أعراض كارديو باسكولار الحين اطور طب جدا وصاروا هذول تعرفوا الدراسات مع الزمن يعرفوا إنه لو هذا المريض ما عم يشكي شي بس هو عم يعمل له تراكمي تأثير تراكمي بده يرتفع الضغط بعد شوي بده يرتفع السكر بده يعمل له التصلب شرياني وإلى آخر هو أستيوفوروزز وفراكشار وأحيانا بتكون الصورة سريرية بس فراكشار بيجيك نهيدان فقري طيب therefore all incidentally discovered adrenal tumors should be carefully evaluate هذا الشغل لوحدة للإندوكراين يونت وأهميتها يا جماعة بده فريق عمل فريق هذا عمل فريق بدءا من الطبيب المشرف إلى التمريض يعرف شو الفحوصات المطلوبة وبالتالي بده إمكانيات يا جماعة يعني أنت بدأت تعمل الفحوص كاملة وصولا إلى الكثافة العظمية يعني بدأ الجهاز كثافة عظمية لأنه الأمر مهم جدا أنت تتصور واحدة ست يعني بنص عمرها أو كذا وعندها كثافة عظمية مثل ما رح يمر معنا واصل ما قبل الانهدام الفقري عدمت حياتها مبكرا لذلك هي مثل ما بيسموها يعني لجدوى اقتصادية واجتماعية صحيح هي مكلف التحاليل والفحوصات بس بالنهاية أنت بتنقذ إنسان وبتنقذ صحته وهو بالنهاية حيكلفك الكلفة حتدفعها حتدفعها مبكرا أو لاحقا إذا المريض أنت أهملت أو تأخرت بفحوصاته وتشخيصه شو هي المزايا اللي فيما يزلنا لما نشوف عندنا كتلة وبدنا نشوف شو والله هي نحط أمامنا شو هاي اللي في كتلة إذا في إلها الننفانكشنال اللي هي حوالي 90-95% طبعا عندها يا أما ممكن جاية أدرينوكورتيكال أدينوما سواء ممكن تكون كيسية غانجليو نيروما هيمانجيوما هيموريج انفكشن لينفانجيوما ميلوليبوما فيوكوروموسيتوما شوانوما أو خبيثة مثل ما نشوف بآخر القائمة من تحت أدرينوكورتيكال كارسينوما أو متاستازز أو بتكون وظيفية على اليمين مثل ما نشوف أدرينوكورتيكال أدينوما يا أما بتفرز الثلاث أنواع اللي بنعرف إن الكورتيزول أو الألدستيرون أو الفيوكوروموسيتوما عادة بناين وممكن تكون الفيوكوروموسيتوما خبيثة أو الجانجليو نيروما أو بنهاية القائمة الأدرينوكورتيكال كارسينوما أو الفيوكوروموسيتوما اللي الفيوكوروموسيتوما في منها أشكال خبيثة إذن إحنا من البداية بنحط عندنا ثلاث سيناريوهات إذن مثل ما قلنا إحنا نسأل لنفسنا السؤالين الكبار هل هذه الكتلة حميدة ولا لا ولا وظيفية ولا لا إذن ناخذ الاقتراح الأول على اليسار هون الدائرة كلينيكال كارسينوما شوفي عندنا سريريا من القصة والفحص السريري في عندنا شيء موحي بهذا بعدين منروح للوسط منشوف البيوكوروميكال كارسينوما شو عندنا موجودات بالفحص المخبري بالإفالويشن بعدين بالروح للتقييم الشوعي اللي هو بالأخير شو عطتنا الأشعة والتصوير شو اللي بيوحيننا بالتصوير الشوعي شو ممكن كيف ممكن يوحيننا بالخبافة طبعا إذن مثل ما قلنا هاي الكلينيكال كاركتيريستيكس يعني ما بنا نعيدها كثير اللي هي حكيناها يا أما تيجي ضمن سيناريو كوشنج هاي هي هون تقريبا وكل اختلاطاته من هايبرتنشن والنسومنية والاستيوبروزز والسكري وإلى آخره والميوباثي والتعب يعني بيجيك المريض بتفكروا بدين في مريضة بتذكرها تقول أنا مثل الشجرة يعني هي كتلة من فوق ورجولها من تحت مثل ساق الشجرة ف أو تيجي ضمن سيناريو الكاتيكولامين اللي هي النواب من القلق والارتفاع الضغط الشرياني والسواء مستمر والبالبيتيشن والأنزيتي والسويت والتريمور والهدك والأريتمية أو بتيجي والله ضمن سيناريو الألدستيرون اللي هو هايبر تنشن أو رزيستات هايبر تنشن وذ أو وذاوت هايبوكاليميا مثل ما راح نشوف مو دائما الصورة مكتملة يا جماعة خاصة الألدستيرون هو آخر موضوع هنحكي عليه موضوع في غاية الأهمية يعني بيجيب شغل للإندوكراين يونوت يشتغلوا ليل النهار ويصير التيم تبعهم عشر مرات الست اللي إجتنا أنه هي لاعرضية يعني وجدناها لأنه هي عاملة حادث وعملناها لها الصورة ما كان عندها سمتم ما كان ساينز سجستف كوشينغ سندروم ولا فيو كروموسيتوم ولا هايبر هايبر ألدستيرونيزم ولا هرسوتيزم يعني هي لاعرضية إنسيدنتل فعلا ماس حقيقة ما عندها نقص وزن ولا أبدومين دستنشن ولا أندروجين إكسس ولا سجست ميتاستيك كانسر أو هايبر فانشننج أدرينو كورتيكال كارسينوم إذن هون الكليينيك الفينو تايب غير كاشف يعني ما ما عمل لك توجه بعدك أنت شو معنا الكلام معناته أنت بعدك بدك تعمل استقصاء أمام أي كتلة لازم ننفي الفانشنال بروسيس يعني في عندك زيادة إفراز ولا لا إذا مدلت عغير الهرمونات ما بيك إنك أنت تطلع عليها شوعة عين ولا عندي كتلة لازم تعمل حماية إذن أمام أي كتلة كذرية لازم ننفي والستاندرد تست هو ون ميلي ميلي جرام باللون تقريبا هي أغمق من النسج المجاورة فهي تقريبا 2.2 ريت أدرينا الماس وفي عندها هذه اللي تكلمنا عليها الكثافة تبعها 5 هونس فيل يونت راوند هوموجينوس هاي كل هالمواصفات اللي بدنا نحكيها بالكتلة اتميزنا ما بين السلامة والخبث إذن هذه الكتلة اللي هي 2.2 أدرينا النوديل وذان انهانس دنسيتي أو 5 هونس فيل يونت ان سيتي از مستجستيب ماذا عندها هذه المريضة ميلوليبوما أدرينا الكورتيكال أدينوما عند فيه كروموسيتوما متاستازيز لان كانسر توذي أدرينا ولأدرينا الكورتيكال مين بيحب يعطينا رأي من الشباب ألو ألو تظل يا سباب في جواب على الشات حكيم بي بي أدرينا كورتيكال أدينوما في حدا له يعني مناقشة أو يعني جواب آخر طيب مش هنمشي مش هنالوقت شكرا هو هذا هو التشخيص فعلا طبعا هذا هو أدرينا كورتيكال أدينوما ليش شوفوا هون إذا بدنا نميز دائما أمام الكتلة بدنا نحط هذه المزايا نحط أمامنا هذه التساؤلات شو المزايا الخبث هو هون إذا كان عندنا ما في هذه المزايا غالبا هو سليم عندنا أهم شغلة اللي حكينا عنها وركزنا عليها أنه الهونس فيلد أقل من عشرة في عندنا ريجولر شيب لا ما فيها ريجولر شيب في هيتروجينوس كونتونت لا ما عندها ما فيه هيتروجينوس في نكروزز أو كالسيفيكيشن ما عندها في ريت أوف كروث كم سرعة نموها هذه عادة أقل من واحد سنتيمتر بالسنة الأتينوييشن عندها أقل من عشرة طيب الكنتراست ووش آوت بيسموها الووش آوت هاي لما نصور بالمادة الضليلة المفروض بعد فترة أنه تطلع المادة الضليلة هاي اللي بيسموها الووش آوت فلما بتكون في توعية شديدة فبتتأخر الووش آوت وبالتالي بيكون في آفة عضوية طيب لما تكون شحمية ما بيكون فيه هاي بيكون الووش آوت سريع ولا بعد ثلث ساعة ما ظل فيها شيء ما ظل فيها ما تظل هي أصلا لأنه ما دخلت عليها معناته النسيج شحمي تقريبا أو نسيج غير فعال أو نسيج خامل إذن الكنتراست ووش آوت أكثر من ستين بالمية معناته هذا سليم طيب الMRI توحيلك بيسموها suggestive of repeat reach content إنه إذا أعطتنا جانا التقرير لpeed reach خلص هذا ما هو نسيج فعال طيب الFDG هاي اللي بيسموها هذه الPETScan لا ديرا ما نساوي هذا ما بيكون له فعالية ما بيكون نلتقطه طيب الحجم كمان الحجم بيلعب دور هي عندها كان 2.2 وهون عندنا أقل من 4 سنتيمتر دليل السلامة تقريبا أو مؤشر سلامة عند هذه المريضة شوفوا كلهم هذول عندها موجودين اللي هي وبالتالي عندها هذه المريضة مؤشر على إنها حميدة أو ما بدنا نقول حميدة لأنه بدنا نروح أول شي نشوف الوظيفة مثل ما قلنا الفرازي الهرموني طيب شو نعمل بالديكساميتازون تست ومنتأكد إنه المريض أخذه ومنعطيه بنصف الليل وثاني يوم لازم يعملنا سابرشن أقل من 1.8 ميكرو جرام بالديسيليتر إذا كان من 1.9 ميكرو جرام من 1.9 ميكرو جرام من 1.9 ميكرو جرام من 1.9 ميكرو جرام إذا 5 ميكرو جرام صارت عندنا في استقلالية إحنا مع قلنا الـ S.A.T.H سابرست إذن الألدستيرون الألدستيرون أمر مختلف عندنا فيها هايبرتنشن وفيها بوكوليميا إحنا بدنا الرينين بتكون سابرست سيروم ألدستيرون هذول الفحوصات أنت بلازمارينين اكتبيت طيب بالفيوكرو ميسيتوم هذول معروفة الميتانفرين والمشتقات بتكون عادة بالصورة لبيد بور لبيد بور كنتراست أفد هيتروجينوس أدرينال ماسس البلازمار يوريوني فراكشينات ميتانفرين عادة إذا بدنا نشك فيها بدنا تكون ضعفين لأربع أضعاف لحد الأعلى طيب إذا كان وله عندنا شعرانية أو ذكورة نأخذ الديهيدرو تستيرون والتوتال تستيرون بتكون أكثر من الأعلى لحد الطبيعي طيب عندنا في 10 إلى 15% من الناس هذول اللي بيكون مرتفع عندهم الكاتيكولاميز بيكون بالقلق بيرتفعوا بس مثل ما شفنا إحنا هون إنه إذا كان إيجابي بدنا نفكر فيه إيجابي بيكون مرتين لأربع مرات أعلى من الحد الطبيعي أو أضعف هون ما بيكون ما بيكون وصل حتى لو ارتفع مرتفعه بيخليك تشك ويعني بيخليك تنجبر تعيد التحليل بس ما هو مرتين لأربع مرات بحالة القلق أو اللي بيخذ الإدوين لضادات الاكتئاب أمر آخر بالمقابل مية بالمية من النغاتف خلص نغاتف مرة واحدة ما بتحتاج تعيده بس طلع نغاتف خلص هذا ما عاد يرجع ولله عندنا كتلة ما أفرز الكاتيكولامين ما حترجع تفرز الكاتيكولامين إذن مرة واحدة نيغاتف هتكفي طيب إذن شو هو فحص الاختبار ديكساميتازون هذه المريضة عطيناها ديكساميتازون واحد ميليجرام وثاني يوم عندها الكورتزول ثمانية ما صار معناته هذه اللي بيسموها أوتونوموس أو مستقل ثاني يوم عادوا التحليل قلع سبعة فاصل ثمانية والإسي تيل شقل من خمسة ثالث يوم عملوا الهاي دوز سبريشن عطوا ثمانية ميليجرام ومع ذلك طلع عندها ثمانية ماكرو جرام الإسي تيتش أقل منه لأربعة وعشرين ساعة الكورتزول الحر بالبول كمان طلع على الحد الأعلى على الحد الأعلى هي ما وصلت يبدو لكوشنك بس هون في عندها غدة شغالة ما معها خبر إسي تيتش يعني عامل سبريشن للإسي تيتش شو لحالها عم تشتغل طبعا بس شو هون كمان حتى بالساليفري كورتزول لقوا مرتفع عندها والإسي تيتش دايما واطية والديهيدرو إي في أندرو سيرون سوفيت واطية كل هالأمر سجستيف أو أتونومس إسي تيتش انديبندن هابر كورتزوليزم وذاوت أوفيرت كوشنك سندروم ما هو لسه ما وصل للسريري البلازما ميتانفرين نورمال والألدوستيرون والبلازمارينين اكتيفتي نتسجستيف خلاص يعني ما هو الأمر ما هو على محور الألدوستيرون طيب ضغطها كان 122 على 75 يا جماعة والسكر الصباحي عندها 99 والهيموغلوبين يوان سي 5.8 بلشت توصل للإجريزون يعني بلشت توصل لمرحلة عدم تحمل السكر إذن هي تقريبا على الطريق هي راح يعني يتفاقم الأمر مع الوقت بينما الكثافة العظمية عندها ال spine minus 3.2 وال femoral neck minus 2.2 والهيب minus 2 وكل الاختبار التبع secondary osteoporosis كانت negative معناته ما في عندنا غير إفراز الكورتيزول شوف تخترح لها هاي بناين إذن أدرين كورتيكال أدينوما أوتونوما سكورتيزول سكرشن نو أوفيرت كلينيكال كورتيشن سندروم باك أنكسبلينت osteoporosis شو نساوي له طبعا هون ممكن أنت تدخل مع المريض بنقيشات والله إذا والله الجو مناسب للعملية مش مناسب للعملية بتحب تساوي عملية بتحب تأجل الأمر بتحب تأخذ رأي وتحب ترجع بعدين وتحب نراقب مرة تانية الأمر بس طبعا هون تم لها عملية هذه المخلوقة الأمر individualized decision مثل من أنتم شايفين individualized decision laparoscopic right adrenal شالولها الكدر الأيمن والفتروج طلع 2 ونص سنتيمتر adrenal cortical adenoma وبعدها هذا السيناريو ظل بباننا دايما بعدها الكورتيزول اجي أربعة يعني يخلي من الحد الأدنى والSTH يعني المفروض عندنا الكذرة الثانية تعطينا الكورتيزول كافي بينما بينما الSTH هون مرتفعة تبعدها طبعا يتأخذ وقت حتى ترجع تكتسب يعني يروح عنها suppression effect بعد أسبوع هاي هون راح suppression monitoring الكورتيزول كم صار 17 رجعت اتعافت هي طبعا كانت الكذر الأيسر suppressed وكان عندنا كورتيزول كثير ليش تشتغل سبحان الله هاي المعاوضة الفيزيولوجية عند بني آدم لما راحت طبعا هي المريضة هون ما احتاجت علاج رجعت عاوضة كمان هذا السيناريو نخلي في باننا انه والله احنا بنا نستنى شوي اذا ما في يعني ضرورة سريرية يعني المريض ما دخل بانكسار معاوضة ممكن نستنى شوي ونشوف الكذر الآخر اشتغل ولا ما اشتغل اذا بهمنا لانه بتزيد الكارديو باسكولار ديزيز بتزيد المورتاليتي بتزيد الديابيتس وبزيد الاستيوبروز اذا الامر يستحق المتابعة ويستحق التفكير ويستحق المعالجة حتى لو كان اسمتوماتيك بعده بعده سب كلينيكا طيب شلون احنا بدنا نستقصي تقريبا هاي الالجوريثم اللي حكينا كله ملخص بها فيها المريض عندك انسيدنتل ادينوما بدنا نعمل اللي حكينا عنه اللي حكينا السريري عفوا والمخبري وبعدها البيوكيميكال والراديولوجي اذا كله هون فيه شي موجه يعني ايجابي بدنا نثبت نثبته نرجع وبالاخير الحل هو جراحي طبعا و نرجع من عيد يعني بنلقي نظرة اخرى على المريض بعد كم شهر طيب اذا في حالة احنا بالساسبشل ما عطانا نتيجة بدنا نرد نعيد الفحوصات معنا احنا نرد نعيد الفحوصات احنا نرجع ممكن لهم اذا احنا قلنا ممكن احيانا نحتاج نعمل بيوكيمي والبيوكيمي نعملها فقط بحالتين قلنا اذا والله ما عليش انا لحظة الباب عم يندق عندي اعذروني لحظة ما عندي حدا بالبيت السلام عليكم السلام انا اسف فتحت الباب فما في عندي حدا بالبيت لذا اضطريت افتح الباب اقصى عليكم اسف فاحنا نكمل طبعا اذا كان عندنا الامر بنين هذا امر في غاية الاهمية انا عملت كل الانفستيجيشن الو الو اي حكي مني معك فضل تمام بعمل كل الانفستيجيشن واذا اثبت لي انه الادينوما بنين يعني مثلا ليبوما طلع خلص صدي ما هتتحول ما برجع بعمل الانفستيجيشن ثاني اذا ال 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 الادينوما ما في فلو اب هذا مهم لانه مكلف جدا على الفلوس هون القضية قضية فلوس وهذه تبع الادرينال مكلف جدا سواء الانفستيجيشن الراديولوجيك ولا البيوكيميكال كله مكلف جدا اذا اذا اثبت انا انه بناين ما رح تتحول لخبيثة خلاص مرة واحدة اذا الا اذا طبعا حصل شي جديد امر اخر احنا نحكي انه بدأ في الو اب ما بدأ في الو اب خلاص انتهى الكلام لا يمكن ايضا الانفستيجيشن 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 هون اختلف الانفستيجيشن طبعا هون الحل انه والله عقدة مستقلة مثل الانفستيجيشن مثل بالدرق احيانا تيجي مستقلة عم تفرز ما وصلت لي تقريب لصب كلينيكال هيبر تيروديزم بتركها اذا ما بدي اشيلها لانه وقت ما وصلت لمرحلة تعمل هيبر تيروديزم بس بدها متابعة هاي لانها اوتونوم ممكن تتحول لهايبر تيروديزم وهون الامر ينطبق تماما على هناك مع طبعا هناك في استطوابات للصب كلينيكال وهون نفس الشي انه ولا في استطوابات للصب كلينيكال اه 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 اكتيفيتي طيب اذا خلينا احنا ننتقل للحالة الثالثة خلصنا تقريبا الانسيدنت لهم بدنا نروح للبرايماري الديستيرونيزم هايبر الديستيرونيزم طبعا مثل عادة بحطونا حالة سريرية مثل ما احنا شايفين هون مريضة عمرها ستين سنة مش بالصدفة ترى احنا نشوف ثلاث حالات تقريبا حالات نسائية مهيك اذا تقريبا عندنا الغدد اكثر عند النساء من الرجال هذا لا يعني انه الرجال ما بينصابهم اذا هون عندنا ستين سنة هايبرتنشن هايبرتنشن فور تيرتي ييرز معنات من لما كان عمرها ثلاثين سنة وهذا بيعطيك انطباع على انه الامر ما هو من البداية ما كان استنشيال هايبرتنشن ما كان من البداية انه والله وارتفاع ضغط اساسي طيب حاليا تاخد الزينوبريل املودبين وهيدروكلورتيازايد هذو الامريكان بيحبوا الهيدروكلورتيازايد يا جماعة فمرة واحد من الشباب عم يقول لي ايه هذا مو خط اول بالمدرات ايه عند الامريكان خط اول ما بيحطوا غيره مدرات المهم مع ذلك ضغطها بين المية وخمسين لمية ستين على تسعين لمية طيب شو منسميه بتاخد ثلاث ادوية واحد منهم مدر مسميه ريزيستنت هايبرتنشن هذا التعريف تابعه اذا عندنا ارتفاع ضغط شرياني على ثلاث ادوية واحد منهم مدر وغير مضبوط اذا هذا هو اللي منسميه ريزيستنت هايبرتنشن طبعا دكتور بالجراعات العليا ما هيك لازم يكون بالجراعات العليا بالزبط يعني هو يعني حاطلك الفرضية دائما الحالات بتيجي مفصل تفصيل اذا عندها الهيبوكاليمي وعندها كمان الالكالوزيز كمان من عشر سنين عندها الالكالوزيز ايش بدك اكتر من هيك خلاص عندك انطبق هون الكلينيكال فينوتيب كونسيرنين برايمري هايبرالدوستيرونيزم خلاص ما ظل عندك طبعا الجو يعني ما هو بها السهولة يا جماعة احنا ما بدنا دائما نبسط الامور انت بدك تحكي الكلام عن مريض متابع بالعيادة متابع بالعيادة يعني انت ما شفت هاي البوتاسيوم ولا شفت مين اللي بيساوي غازات الدم لمريض ارتفاع الضغط ولا حتى بالمستشفى مثل ما راح نشوف هذا الكلام مو بس عندنا بالمناسبة عالميا اذا هون صار عندنا هذا الازرق هون انه ولا توجهنا عندنا هون هايبر الدستيرونيزم مهم هالامر نشوف اذا عندنا هايبر الدستيرونيزم لازم لبلازمارينين اكتيفيت تكون سابرست اقل من 0.6 نانو جرام بالميل بال بير اور وال هذه تقريبا في اعاده وهون بيقول انه والله بس احنا اكتشفنا انه عندها هذه المريضة اكتشفنا انه عندها هايبر الدستيرونيزم وعالجناها بدال ما تأخذ ثلاث ادوية اعطيناها دوائين واحد من هم وضبطت يعني صار كنترول ليش لانه اعطينا الدواء النوعي لمضاد لمستقبلات الدستيرون طيب شو البرائماري الدستيرون اذا هو سندرون او رينين ومفروض ومع ذلك الدستيرون عالي البرائماري result in excessive activation of renal mineral corticoid receptors with vicious circle of volume expansion ما بيحبس الصوديوم وبيحبس الvolume بيحبس السوائل مع الصوديوم وبالتالي بيرفعلك الضغط can increase blood pressure increase potassium and hydrogen excretion increases risk of cardiovascular disease وهذا الامر المهم اللي ما من دير بان عليه انه الامر مو ارتفاع ضغط في cardiovascular disease independent of blood pressure لانه هذا الدستيرون يا جماعة مو بس بيأثر على الضغط وبأثر بالمستقبلات العضلية القلبية والكلوية extra mineral corticoid receptor clinical manifestation reflect the severity and duration of the renin independent aldosterone blood pressure and potassium are dependent features whole mark by chemical diagnosis مخبريا suppression of renin inappropriate dysregulation of aldosterone secretion طيب طيب احنا مين اللي لازم يعني هو شد واي احنا ليش بدنا نهتم بالامر مثل ما بيركز عليه هذا صاحب المحاضرة بيقول انه والله لثلاث امور الجزء الاول preventable cardiovascular risk احنا ممكن المريض مشافي رب العالمين part two under recognition احنا ما اعطينه اهميته يا جماعة ما هو ما اخذ بعده الحقيقي والpart three high prevalence موجود بشكل فوق ما تتصور بس تفكر فيه يعني معناته انا بقول لكم يا جماعة ساو hypertension unit عندكم اذا بدكم تشتغلوا اذا الامكانيات بتساعدكم hypertension هي بدها تيم بدها cardiologist بدها internist بدها مريض وبدها طبعا الهرمونات مثل ما راح نشوف طيب احنا لو قارننا المريض الhyper aldous مع مريض الضغط العادي على اليمين نشوف انه كونه artery disease الضعف عنده الheart failure اكثر من الضعف stroke بينصاب اكثر من الضعف atrial fibrillation بينصاب العضلة القلبية اصلا من تأثير بيحصل fibrosis بالقلب يا جماعة الامر يعني انت ما بيكفي تعالج الضغط لازم تزيل تأثير الالدوستيرون من على العضلة القلبية ما بيكفي تعطي الضغط وتزبط الضغط ما بيكفي والليفت هايبر كمان اكثر من الضعف اذا بيزيد الهايبر الكارديو فاسكولر انديبندنت أوبو بلد برشوف طيب احنا كمان لو جينا بهذا المخطط بيشوف انه والله اذا كان في عندنا هايبر ألدوستيرون يعني فرض تصنع او الى آخره بالجهتين نقارنه مع ارتفاع الضغط الاساسي خطرهم على القلب على الكارديو فاسكولر ريسك اند كارديو فاسكولر ايفنس مع البرايماري هايبر ألدوستيرون المعالج جراحيا يعني احنا شلنا هذول النتيجة شروح تعطي شوف الفرق كيف عطيناك حتى بالأخضر انه الفرق كبير احنا اذا قدرنا نشيل هذا من مرة وانه نخلص المريض منه مو بس نعالج طبيا اذا برايماري ألدوستيرون انكريز ريسك لفكارديو فاسكولر ديزيز and we have ثيرابي that can mitigate this risk then how common قديش هذا موجود يعني قديش تتوقعوا مرضى بالملايين على مستوى العالم يتكلم يعني هو على مستوى العالم يتكلمون انه انه عندك شي بليون hypertensive patient فهذول كم انت بدك تشوف انه هذول يا ترى ملايين منهم عندهم hyperaldosteronism حسب النسبة اللي راح نشوف الresistant hypertension ربعهم عندهم hyperaldosteronism طيب stage 2 hypertension 10% ل15% عندهم primary hyperaldosteronism حتى stage 1 عندهم 5-10% حتى اللي ما عندهم ضغط بالمناسبة مو مو بس مريض الضغط يعني اللي مهيئين يعني مو 100% ما عندهم hyperaldosteronism عندهم بس بنسبة اقل مثل اللي مثل ما قلنا الانسيدنت اللوما انه والله هي subclinical ممكن يكون بالhyperaldosteronism بعد subclinical اذا اذا كان في عندي hypertension وهايبو كاليميا بصير عندي ربع الحالات عندهم hyperaldosteronism اذا كان عندي hypertension وسيفير hypokalemia بتوصل ل85% شبه الكل صاروا عندهم hyperaldosteronism طيب شو المشخص منهم عالميا شوفوا الرقم يعني مزري اقل من 1% متعالجين من هذا حتى بامريكا حتى بالدول العظمى screening great among patients with resistant hypertension عند hypokalemia ولا بيطلعوا بيجوا لعنتهم وبيعالجهم ويروح وعلى العيادات حتى العيادات الاختصاصية اللي بيسموها عيادات الضغط بتروح يا ترى بتوعدونها عندكم تعملون عياد الضغط لذلك انا عملت بالصفحة عندي ما بعرف جوز الدكتور وسيم امتابعها دورة على الضغط الضغط امر مهم يا جماعة هذا القاتل الصامت واللي ممكن علاجه واللي احنا مهملين ومش معطينه فعالية غير المريض لما يجينا يعني مستوي اموره طيب هالصورة هايمين بيحب يعلق لي عليها لو سمحت هلو دايما نحن بنربط شريريا مع صور مع حالات تخليها تثبت بالذاكرة هذا الهدف ولا مو الهدف اي شخصية بس شخصيات مشهورة مثل هيك يعني مين بيحب يعلقنا عليها طيب نمشي حتى ما نتأخر تلو عليكم السلام بعتقد انه بالصورة بتقول انه في عنا كسور وانه القبعة كبرت عليه على راسه وانه يعني أنا صراحة وكأنه دائبة جيت هو بين هذا يا جماعة هذا الرئيس الامريكي الاسبق روزفلت هذا اللي قاد امريكا بالحرب العالمية الثانية مشهور اشهر من نار على العالم هذا حكم اربع مرات بالمناسبة هذا موليد عام 1882 وتوفى عام 1945 تقريبا توفى بمرحلة حكمه الرابعة الوحيد تقريبا او من الاقل اللي حكمه امريكا اربع مرات طبعا احنا شايفين فيه عكاز هون ليش هو هذا اصيب بشلل الاطفال بالمناسبة وبعدين اهم من هيك هو بيش مات هو طبعا كان عنده كان مريض ارتفاع ضغط وطبعا بهذاك الوقت انتو بدكم تتصوروا الطب بالاربعينات يعني طبعا هو توفى بجلطة دماغية هاي من الاختلاطات الفضيعة للبرايماري هايبر ألدوثيرونيزم طبعا بتشريح الجثة يبدو وجدوا عنده كون ديزيز وجدوا عنده كتلة هايبر ألدوثيرونيزم ما كان الطب منطور ولا التحاليل منطورة مثلها الحين بس حتى نقولكم انه والله بأعظم دولة الرئيس تبعهم بس هذا الكوان الحكي قديما حتى نربطها انه الفرايماري هايبر ألدوثيرونيزم ممكن ينتهي بجلطة دماغية وينهي الحياة ممكن كان عمره حوالي خمسة ستين سبعة ستين سنة لما توفى طيب نمشي اذا هون نشوف والله المصادفة الهايبر ألدوثيرونيزم هون تقريبا تسعة بالمية عند النور متنسب يا جماعة تسعة بالمية ممكن تلاقي عندهم ارتفاع هون بستيج ون خمسة عشر بالمية اذا بتعمل تعاليل بتلاقي عندهم ارتفاع يعني لذلك هذا ما بشجعنا نعمل وحدة ارتفاع وحدة ارتفاع الضغط الشرياني عندكم ونعمل هاتيم ما بتستحق هون عشي قديش انت بدك توقي أرواح طبعا الناس اللي بتموت وما بتوصل اللي عندك ما بتتشخص يعني هون بانستيج 2 عشرين بالمية خمسة المرضى بانستيج 2 عندهم هايبرالدستيرونيزم لحد الربع تقريبا 24 بالمية من اللي عندهم ريزيستنس اللي ما احنا قادر ينسيطر عندهم على الضغط ربعهم عندهم هايبرالدستيرونيزم حتى هذول اللي عندهم هايبرالدستيرونيزم اذا بتعيروا ما بتلاقي يواصل حده الاعلى يا جماعة هو لأنه اصلا افراز نوبي بيسموه افراز فلذلك هذول عندنا الريزيستنس هايبرتنشن زائد والالدستيرونيزم ممكن الالدستيرونيزم يكون اقل من عشرة ب24 بالمية من الحالات الالدستيرونيزم ممكن ما تيجي على ذروة اثناء اخذ العين على ذروة الافراز الالدستيرون الالدستيرونيزم اقل من عشرة نانو جرام كان مالاستيجي واحد مرتفع ضغطه وعنده الالدستيرونيزم يعني الا اذا كانت اقل من الخمسة ساعتها بتشيله من بالك طيب احنا عندنا مثل ما قلنا عندنا اللي مشخصين اقل من واحد لاثنين بالمية الريزيستنس بوذهايبوكاليميا البريفلنس اكتر من 25 بالمية واقل من واحد بالمية افر دياجنوز والريزيستنس من هايبوكاليميا ممكن يوصل لنص من الريزيستنس 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 هو اشوفها الكرة الضغيرة هاي هي من هالكتل الكبيرة من مرضى الضغط اللي احنا هذول اللي تم الانفستيجيشن عندهم اذا الامور اكبر من هون الكتل الحمرة انه والله لو احنا نعمل الانفستيجيشن اشتركيشن 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 اللي هي بالدائرة الصغيرة اللي تحت طيب شو الاستطبابات انه نعمل انت مجرد ما تلاقي ارتفاع تشري هذا صار عندك مبرر يعني اخلاقي انك انت تعمل طبعا مع هذا اللي مكتوبة بالأحمر هذي هي اللي مركز عليها عفوا اذا هو ستاج 2 هايبرتنشن نيو انسيت هايبرتنشن المجرد شو بدك تعمل انت بتعمل الفلازمارينين اكتيفتي والالدستيرون يعني الامر ما هو كبير اتاني تايم شو اتاني تايم بدون ما توقف اي دوة حتى بيقول لك نوميديكيشن تشيش بس يجيك المريض اعمله العينة طبعا بعدين انت والله تعمل التفاصيلات لما انت بدك تدخل بالتأكيد طيب شو احنا قلنا شو لون بدنا بعدين نفسر المجر بلازمارينين انت الدستيرون رينين سابرست هي لازم تكون هي اقل من صفر فاصلة او هي البلازمارينين كونسانتريشن اقل من خمسة لعشرة ميليونت بير لتر طبعا هو هون داخل بالالغوريثم الكلام اللي تكلمناه هو سابقا هو عامله بشكل الالغوريثم هون مجر بلازمارينين عند الدستيرون اذا الدستيرون اكتر من خمسة عشو عندك هايبوكاليميا صار عندك صار واضح برايماري الدستيرونيزيم لايقلي كونفيرمد واذا لا معناته هون برايماري الدستيروني اللايقلي ممكن احيانا ريني نكون خاصة لما نكون مستخدمين الدواء مثل المينرالو كورتوكيد ريسبتور أغونيست او ريرلي اثر ميديكيشن اذا هون الاميجينج ارتيري منروح بعدين للأدرينال فين سيمكلينج لما احنا منتأكد من كل هذه اذا ما منروح للسيمكلينج قبل ما نتأكد من كل من هذه الامور اذا نعملنا التحليل للبيزك وطلع مرتفع ما نروح وهذه عملية يعني عملية راضة وعملية مكلفة وعملية صعبة لذا منروح لهذه متى لما احنا نكون اثبتنا كل هذا سابقا او احنا منعالج هون منيرالو كورتوكيد ريسبتور أغونيست ثيرابي ودايتري سوديوم ريستريكشن اذا كان المريض ما بده يساوي عمل جراحي او غير ثابت العمل جراحي جزاكم الله خير وشكرا لكم على تحملكم لنا وتقريبا هون منوقف منوقف